على مسافة أيام من السنوية الأولى لزلزال انفجار المرفأ واصل أهالي الضحايا تحركاتهم طلبا للحقيقة وبقي سياسيو النترات يزايدون برواياتهم الخبيثة للتصويب على المجلس النيابي وعلى النواب واستمر أعلام الدولارات في عملية استثمار وجع الأهل وبرمجة الحملات المدفوعة من دون أن يتكلف أعلام أبو العريف عناء القيام بواجب البحث عن حقيقة من أدخل النترات إلى المرفأ وكيف حصل الانفجار التي يطالب بها كل لبناني إنصافا لدماء الشهداء والجرحة وهو أضعف الإيمان ولم تقف الوقاحة عند هذا الحد سياسيو وأعلام النترات والدولارات نصبوا أنفسهم سلطة قضائية تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع في المسارات القانونية لملف انفجار المرفأ وبلغ بهم الحد إلى إصدار الاتهامات والأحكام خلافا لأحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة وهنا لابد من سؤال أهل القضاء الحقيقيين وخاصة المحقق العدلي ماذا تنتظرون لتتحركوا وتضعوا حدا لهذه الإساءة لمنطق العدالة والشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل بشكل متوازن على أي حال كثرة الفبركات حول العريضة النيابية لن تلغي واقعة أنها عريضة تطلب الاتهام وليس البراءة أو الحصانة كما يروجون أما توزيع الاتهامات غب الطلب فلن تحجب تأكيد مجلس النواب مثنى وثلاث ورباع على أنه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء وأن مهمته الأولى تأليف لجنة التحقيق وفقا لما نص عليه القانون 13 والسير بالتحقيق من البداية إلى النهاية بعيدا عن أي استثمار سياسي أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي إلى العدالة العدالة فقط لا غير وفي شأن المتصل بهذا الملف عقد النائب نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا سأل خلاله لماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم وقال أنا الوحيد من المدعي من المدع عليهم الذي لم يستمع القاضي طارق البطار لإفادته ونزل اسمي فجأة وشدد المشنوق على أنه إذا كان هناك من ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور لرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف في الملف الحكومي لفحت أجواء إيجابية عملية الاستشارات النيابية الملزمة المرتقبة الاثنين المقبل مع ارتفاع أسهم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي ليكلف بتشكيل الحكومة العتيدة في الملفات المعيشية يدفع شح المزود باتجاه تساقط القطاعات كأحجار الدومينو من الرغيف إلى الكهرباء والاستشفاء والماء وسط غياب المعالجات الجدية والمجدية